اشتركوا في القناة والنتائج بلا ما نطول بالمقدمة كتير خلونا نروح على الشرح فورا اذا اصدقائي بعد ما تفتح الواتساب فوت على الجروب او المجموعة يلي بدك تعمل فيها الاستطلاع بعدين اضغط على اشارة المرفقات من هالخيارات اضغط على استطلاع رأي رح تفتح معك هالصفحة هون بالسطر الاول رح تكتب سؤالك يلي بدك تعمل عنه الاستطلاع او الموضوع يلي بدك تعمل عنه الاستطلاع على سبيل المثال رح اكتب هل توافق بانشاء مجموعة خدمية في المدينة بعد ما كتبت سؤالك انزل لتحت مشان تضيف خيارات التصويت مثلا موافق غير موافق غير مهتم طبعا فيك تضيف اكتر من خيار الى استطلاع الرأي بعد ما تضيف كل الخيارات في عنا هون السماح باجابات متعددة اذا تعمل ايقاف المسوطين ما رح يقدر يجاوبوا غير باجابة واحدة فقط واذا تخليها شغالة المسوط رح يقدر يختار اكتر من اجابة هون انت رح تحدد حسب حاجتك وحسب الموضوع يلي بدك تطرحوه المهم بعد ما تخلص كل شي اضغط على ارسال ورح يطلع استطلاع الرأي على الشكل التالي بالمجموعة وبعدين المسوطين رح يختاروا ويضغطوا على الاجابات يلي بدهم ياها بعد انتهاء التصويت فيك تضغط على مشاهدة الاسوات مشان تقيم الاستطلاع وتشوف عدد الاسوات وتشوف كل اجابة مين صوت عليها وهيك بهالطريقة فيك تعمل استطلاع رأي في الواتساب بكل سهولة هات كان كل شي بخصوص فيديو اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا منه ويا ريت ما تنسوني من الدعم عن طريق الاشتراك بالقناة اذا ما كنت مشترك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل شي جديد على القناة ووصلوا هالفيديو الى اكبر عدد من اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته